اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ألف جندي منذ بدء العضوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وجد لك حسب ما أوردته صحيفة هارتس التي قالت إن نحو مائتين واثنين من ضباط وجنود الاحتلال جروحهم خطيرة واعترف جيش الاحتلال أنه فقد اثنين وسبعين قتيلا بين جنوده وضباطه خلال هذه المعارك وكان جيش الاحتلال قد حاول فرض سياج من السرية حول الخسائر الضخمة التي تكبدها خلال المعارك البرية التي خاضها أمام المقاومات الفلسطينية